تحت إشراف ومتابعة وحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تم وفي أربيل اليوم الإعلان عن افتتاح المرحلة الثانية والثالثة لمشروع شارع 150 والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ساهمت بتوسيع دائرة خطوط النقل وربطها حول مدينة أربيل إذ بدأ العمل بالمشروع منذ عام 2018 بطول طريق يبلغ 70 كم وبعرض 20 كم مشروع شارع 150 في أربيل تضمن خمسة مراحل الأولى تمت بربط شقلاوة ببحركة في أربيل بطول طريق 10 كم وتم الانتهاء من هذه المرحلة بتكلفة 131 مليون دولار وافتتح رسميا في 25 فبراير المرحلة الثانية من المشروع رابطت مصيف بيرمام إلى أربيل إلى كويا بشارعين رئيسيين بعرض 19 كم ونصف وبعرض 8 أمتار وبجسرين مرتفعين المرحلة الثالثة من مشروع شارع 150 تم إنجازها بكلفة 96 مليون دولار وهو يكمل الجزئين الآخرين من مشروع شارع 150 بالإضافة إلى شوارع خدمية وحواجز وقائية وأنظمة صرف صحي تأتي هذه الإنجازات التي رسمت ملامحها واجتهدت على تنفيذها حكومة إقليم كردستان بكابيناتها التاسعة وسط جملة تحديات تعصف بالإقليم لكن الأساس من المضمون يتحقق لتستمر حكومة إقليم كردستان بالإنجاز والتنفيذ لقناة زاگراز محمود أربيل